السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ الأعزاء تلاميذ السنة الثانية عفوا تلاميذ السنة الثالثة متوسط اليوم شاء الله سوف ندروا مراجعة عامة لفرض الفصل الأول قبل ما نبدأ بشرح التمر نتمنى أنكم تدعمونا بلايك واشتراك في القناة وتخلونا تعليق أسئلتكم أي تساؤل على أي درس راكم ماكمش فاهمينه كتبوا لي بركة السؤال تحكم نبدأ على بركة الله السؤال أول قالك put the adjectives in the correct column عطالك مجموعة من ال adjectives قالك حطوهم لي في الخانة المناسبة الخانة الأولى اللي هي هذو عبارة عن adjectives عدنا positive adjectives صفة إيجابية وnegative adjectives صفة سلبية نبدأ بالصفة التابعنا quite إنسان quite نقوله he is quite هو عاقل هو هادئ هو إنسان طيب إلى آخرين reliable اللي هو إنسان ذو ثقة cheerful إنسان بشوش selfish إنسان أناني brave شجاع generous كريم clumsy إنسان غير موفوق فيه net إنسان بري كما نقوله إحنا يا easy going إنسان هادئ polite مؤدب naughty سيء السلوك jealous غير lazy فنيان greedy طمع patient صابور honest صادق رد قليل أدب kind إنسان طيب كما quite active ناشط hard working إنسان يحب العمل كما نقوله يعمل بجد messy هو غير منظم أوكي هنا راهم صفة راهم واضحين هنا كما نقوله إنسان quite إنسان هادئ هي صفة إيجابية نكتبوها هنا يا quite إيجابية ولا بلا منظروا نكتبو فيهم هنا نكتبوها قدامهم زائد ولا ناقص هذي إيجابية reliable اللي هو صفة إيجابية cheerful صفة إيجابية selfish صفة غير إيجابية ولا سلبية brave positive adjective generous positive adjective classy negative adjective net positive adjective easy going positive adjective polite positive adjective ناوتي نيجاتي اجكتب جالس نيجاتي اجكتب ليزي نيجاتي اجكتب غريدي نيجاتي اجكتب patient positive اجكتب honest positive اجكتب red negative اجكتب kind positive اجكتب active positive اجكتب hard working positive اجكتب and messy negative اجكتب اهنا قلت لكم هالاقال حفظو ثلاثة صيفات لأنه قلت لكم في الوضعية الإدماجية رحكم رحين تحتاجوا شوفوا هذو الصيفات أصلا ندارو باش في الوضعية الإدماجية تستعملهم مثلا انتم ما في الفصل الأول رحكم رحين ولا في الفرض الأول ولا رحكم رحين تحرفوا بنفسكم رحكم رحين تهدروا على الصيفات التي تحكم الخارجية الطول ولون العينين وإلى آخرهم ورحكم رحين تهدروا أيضا على الصيفات الداخلية التي تحكم مثلا تقول I am quite and cheerful and brave أدقول I am quite, cheerful and brave I am reliable, I am generous and easygoing هالأقل تحفظ تلاثة منهم أروحوا الآن للتمرين الموالي وش يقول التمرين الموالي complete the sentences with the appropriate personality adjective هنم عطالكش قل كملنا الجوان بال وش يقولوا بالصيفات الصيفة تاعك الشخص الصيفة تاع الإنسان المناسبة لكل جملة قل لك I make people love ما هي الصيفة اللي تخلي الناس يضحكوا I am funny I am helpful الإنسان اللي يكون helpful يساعد I am helpful عفوا أنا راتكم الإجابة بالسؤال I help people إنسان اللي يعاون الناس يقولوا تقولوا على روحوا I am helpful إنسان مساعد أوكي helpful روحوا للصيفة رقم ثلاثة قل لك I like to keep things clean and order I am I am not هنالك ريحتات الصيفة اللي تدل على الإنسان اللي يخلي الأشياء نقية ومنظمة قلوا I am tidy بالعكس I am not عكس اللي يخلي الأشياء نقية ومنظمة قلوا messy تفكروا messy اللي يلعب الفوتبول أوكي messy بالعكس رقم أربعة I am slow أنا باطئ to act باش ندير عمل ما and don't like to work هو ما نحبش نخدم هنا هذن إنسان وش يقولو قل لك I am I am not أنا كيف نقولو احنا فنيان I am lazy أوكي اللي واحد يكون فنيان نقولو عليه lazy I am not أنا لستو ناشيط اللي هو active lazy فنيان واكتف شاطر ولا أنا شاب رقم خمسة I share my stuff with others نشارك الأدوات التوعية مع الناس الآخرين I am واحد كيكون هكذا كريم وش نقولو I am generous generous I am not I am not أنا لستو selfish أنا I am not selfish أنا لستو أنا كريم أنا لستو أنا تقدر تحفظ من هذه الصفات أيضا وتكتبهم في الوضعية الإدماجية روحوا لتبرين الموالي ثاني رقم ثلاثة يقول I correct the mistakes كي المجموعة من الأخطاء وأنا رايح نصححهم يقول لك My best friend has cool calm but honest صديقي عنده cool calm low إنها اللي تكون تهدر على صيفات ما ما تستعملش الverb to have استعمل الverb to be وMy best friend اللي يعتبر هو ولا هي نقولو عليه easy كي تكون توصف في واحد تقول تستعمل الverb to be ease ولا am ولا are أوكي الخطأ هو روحنا has عدنا هنا يا I like swim عدنا الفعل like مر الفعل like دائما يجي مورا الكلمة اللي يجي مورا يزيدوا لها ing I like swim طب الام I like swimming ما تقولش I like play football I like playing football I like listening to music أوكي هنا عدنا الفعل interested I interested in basketball باسكتبول عفوا interested كي يكون عندك الفعل interested دائما تحط قبلو الverb to be هنا عدنا I الverb to be في المضارع تقول يمشي معها I am interested أوكي الجملة not keen on no I am not keen on I prefer they prefers riding bikes no they prefer prefer لو كان جت عدنا هنا يا هي ولا شي ولا it نخلوها صح prefers نخلو هذي الاس مدم عدنا ذي جينا prefer هناليا قال لك what does she likes reading هنا عدنا does وعدنا like زوج أفعال ما نقدرش نصرفهم في زوج نقولوا what does she like هنا نرما ممعاشي نقولوا likes بس حكي دخلت قبلهم does هنا ندروا like نحو ذيك الاس أوكي التمرين رقم أربعة وش يقول I add التمرين رقم أربعة يقول I add the adverbs of frequency to each sentence راني رايح نضيف لهم adverbs of frequency لكل جملة مع عطيهم لك adverbs of frequency بين قوسين في نهاية كل جملة ونت تحط ها في المكان المناسب التاح القاعدة التي تقول تقول لك frequency adverbs هل تعرفون frequency adverbs never always sometimes often usually generally إلى آخر هذو كما قلتهم في ليكون ولا قلتهم في الدرس قل لك عندهم زوج مواقع عندهم زوج مواقع أساسيا يأما كذا يقعوا قبلهم حاجة يأما الفعل يجي قبلهم يأما فعل يجي بعدهم هل نعطنا زوج أنواع تعل أفعل إذا كان فعل مساعد مثل is are am have has إلى آخره راح تكون الموقع مختلف فعل إذا كان عدنا فعل عادي كما write speak إلى آخر وذكروا نقرأ لك هذه الجملة وحاول تقول لي ورا هي الإجابة الصحيحة قال لك I am never late for school in the morning ولا لا I never be late سننا هنا برق باش نصحوها هنا هذه تكون be أوكي I be late for school in the morning وشو نقوله I never الفعل التعالي هو هذا باش ما تغلطوش I never I never be late for school in the morning هذا الإحتمال الأول نحطه هنا يا never ولا نقوله I be never late for the school in the morning يلا شوفوا هنا الإجابة الصحيحة هي I never be ولا عفوا أنا راني غالطة مش I never be I am هذه الجملات خلطت لي لا خلوها be كما راه قلنا تكون هنا I never be late I never be late for school in the morning I نحطوها هنا قبلها I never be late I never be late for the school in the morning ما نقدرش نقوله I be never late هناك تكون عدنا فعل مساعد دائما وأبدا الfrequency أدفر جي قبله الجي هكا الموقع شوفوا هاي الجملة التانية مثلا تبدأ هذي الجملة الأولى يكون عدنا subject الفاعل وم بعد frequency adverb وم بعد هذا الفعل المساعد اللي هو auxiliary auxiliary reader خلاص العكس الصحيح ثنين يكون عدنا هاي اللي كنتشفو هنا المثال شتو هنا جي I never I never be هنا I play football with my friends نقوله I play sometimes football with my friends ولا I I sometimes play football with my friends yes yes الجي هنا yeah I sometimes هنا نغطى دوك نعود لكم الشرح الطقيقة برك I sometimes ولا I always ولا I never ولا I usually I sometimes play football with my friends هنا هذي دوك نعود لكم الشرح التحى نغطى هذا في الشرح السمحولي برك ليندا عدنا فعل عادي مش فعل مساعد وين اتجي نعود بتكون نعود نشرح I always ولا ليندا always هن اتجي قبل الفعل ليندا always goes to school by bus هنا we speak english in the english classes we usually usually speak english in the english class هنا بالنسبة هذي الجملة انا راني غلط عليها نحوها كامل ونكتب لكم الكتابة الصحيحة كفاش تجي انا برك اللي غلط شوفو كفاش تجي تجي هكدا I بيش تكون واضحة I am عفوا be late for school و هنا عدنا never هنا عدنا I am او كي عدنا I am تفاهمين كي تكون عدنا مثلا قلنا فعل مساعد كما I am هذي دائما نجي مرا سمعني مليح بمقبل على تفشر سمعني مليح سمعني مليح بش ما تغلاج I جي مرا frequency adverb I am never او كي never be late جي مرا كيكون الفعل العادي جي قبل و كيكون الفعل مساعد جي مرا هذي هي القاعدة تعنا frequency adverbs هكذا برق باش نحي هذا الشيء تعلق الغلط اللي كان في الجملة الاولي التمنى رقم خمسة وش يقول I order the words to make correct sentences عدنا كلمات راه مباثرة أنا راح نكتبوها باش تكون الناس جملة صحيحة تكون جملة صحيحة go swimming sometimes on Sunday I هنا عدنا وعدنا هنا هي النقطة كي تكون عدنا الجملة عادية خلاص بالنقطة لازم بداية الجملة تكون تبدأ بفاعل هنا الفاعل اللي راه عدنا سوى يكون اسم إنسان سوى حيوان سوى شيء سوى مكان سوى بالد سوى ضامير إلا هنا عدنا ضامير I وبعد كل فاعل لازم يكون عدنا فعل الفعل تعنا ورها go swimming I go swimming on Sundays بس عدنا هنا sometimes وحنا عدنا الفعل تعنا عادي go يعني دائما اجي قبل I sometimes go swimming عفوا سوي من on Sundays أنا دائما نروح نعوم من الحد للحد الجملة الثانية عادية جملة خلاص بالنقطة لازم تبدأ بفاعل أروح نحوص الفاعل قل لك in our house cold it is often هنا الفاعل وره it is لأنه it والفاعل تعه it is هنا وش قلنا قلنا كيكون عدنا الفاعل عادي نحط الfrequency adverb قبله هنا أيضا عدنا frequency adverb كيكون عدنا auxiliary is نحط بعده it is often cold in البرد في دارما in our house تفاهمين هنا is حطينا مورا frequency adverb هنا فاعل عادي حطينا قبل frequency adverb usually عدنا frequency adverb ما تنسوش أحمد after school is hungry جملة عادية نبدأ بأحمد عدنا هنا is is جقبل frequency adverb is usually كيف يكون hungry after school عدتين يكون أحمد جاء بعد ما جاء للمدرسة hungry after school حنا cycling ما حتى يروح يلعب بالبيسكلة never عدنا frequency adverb أدب أبدا goes يذهب my cousin ولا يدعمي ولا يدعمتي ولا يدخالتي ولا وشو نقوله عدنا my cousin هي الفاعل عدنا الفاعل goes لازم تجي قبل frequency adverb my cousin never goes cycling جامعي رح لعب بالبيسكلة cycling أوكي رح نشوف التمرين ولا التاسك ستة قل I complete with always or never لاني رايح هنا تقريبا نركز لكم بالزبع frequency adverb ولكن هذه المراجعة الأولى إن شاء الله رح تكون مراجعة ثانية I complete with always or never I am fond of cooking I سامي picknick at the weekend تروح تدير الجولة في الغابة في الويكند معندها شي always أوكي هذا هو المراجعة رقم واحد لسنوات الثالثة متوسط بالنسبة للفرض الفصل الأول إن شاء الله تكون مفهوم لديكم أي سؤال أي تساؤل حطوا هنا في التعليقات بلا ما تنسوا الضغط على زر لايك ونقول السلام عليكم ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة